اشتركوا في القناة اتكمل لنا شرح الباب الاول منطق مع طلابك تمام فضل يا مصر طبعا احنا اخر حاجة وقفنا فيها تمام ان احنا بنحكي قصة علم علم بيضع قواعد تفكير تمام بيضع قواعد تفكير لأي علم عايز تكون علم لازم ترجع لي انا كمنطق تمام وعرفنا في الاول تعرف المنطق جميل بعد ما عرفنا تعرف المنطق عرفنا ان المنطق هو علم اسمه علم الايه الاستدلال تمام وعرفنا ان الاستدلال انقسم الى نوعين استنباط واستقراء واستقراء ومن اللي واضع المنطق ومن اللي واضع عائلة الاستدلال دي كلها عريستو عريستو وعرفنا ان الاستقراء انقسم لنوعين تام ونقص ونقص وبعد كده الاستقراء التام تعرض الى نقد نقد تمام وإحنا قلنا اللي هيتنقد مش هنمش عاروه بس كان في حاجة إن الاستدلال دوت لعلاقة بحاجة اسمها الحجة جميل والعلاقة ما بينهم هي علاقة تبادل ايه كامل أو كانوا متراضفين وعرفنا إن الحجة برضو انقسمت إلى قسمين استنباطية واستقرائية واستقرائية وكان لها تفسيرين تفسير تقليدي وتفسير معاصر معاصر أيهما أكثر دقة الحجة الاستنباطية ليه؟ لأن هي في علاقة بتربط ما بين المقدمات والإيه والنتائج والنتائج على عكس طبعا الاستقرائية أنا هرجع إلى أرض الايه؟ الواقع ففيه احتمال كبير لصدق أو كذب طيب أنا كده برضو ما بقيتش علم الحل الحل إن المنطق قال لي خراص مش عاجبك القواعد دي في حاجة اسمها المماثلة الاستقرائية ممكن تبقى عالم عن طريق الشبه قدت له ازاي يعني؟ قال لي كلمة المماثلة معناها التشابه أو التناظر بين أمرين أو أكثر طعم السمك السلمون يشبه طعم السمك البوري يعني مثلا أنا بقول لك والله القميز ده شبه القميز ده القلم ده شبه القلم ده أنا كده مش اتبي مبدأ اسم مبدأ التطابق المماثلة التشابه أو التناظر بين أمرين أو أكثر جميل هتقولي طفيه هدف من المماثلة ها طبعا شرح أمر أو بيان غير مألوف وذلك بالإشارة إلى بعض السمات المشتركة بينها وبين أمر آخر مألوف يعني إيه الكلام ده يعني أبيقول والله فلان ده شبه محمد مونير هتقولي يا راجل إيه اللي جاب ده لمحمد مونير أقول لك نفس العين نفس البشرة الصمرة نفس الشعر أنا بحاول بقدر الإمكان أوجد إيه تشابه الصفات مشتركة بينها وبين شيء آخر مألوف بالنسبة لي جميل يبقى يعني إيه ممثلة تشابه أو التناظر بين أمرين أو أكثر طعم السمك السلمون يشبه طعم السمك البولي طب إيه الهدف من الممثلة محاولة شرح أمر أو بيان غير مألوف وذلك بالإشارة إلى بعض السمات المشتركة بينها وبين شيء آخر مألوف جميل إيه ده يعني ممكن أكون عالم عن طريق شبه أجيب قوانين عن طريق الشبه آه وعلم زمان أكد لنا كده يعني كان فيه واحد اسمه أرشميدس تمام أكيد عارفينه أرشميدس ده اكتشف قانون اسمه قانون الطفوة والإزاحة طب اكتشفه إزاي أو إزاي أحمد أرشميدس ده كان في البلاط الملكي تمام عند ملك اسمه سيراكوس أتى للملك دوت صائغ سائغ تمام وأعطى إليه تاج إداله تاج جميل وقال له إن التاج ده مصنوع من الدهب الخالص جميل الملك كان بطبعه شكاك شك في أمر التاج تمام قال لك لا التاج اللي الدهوني السائغ ده مش دهب خالص أكيد مخلوط معه معدن إيه أخرى أخرى يعني مثلا إن ده التاج فبيقول لا 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 التاج دوت مش مصنوع من دهب إيه خالص خالص أكيد التاج ده مصنوع معه معدن إيه آخر يمكن فين حاس وارد يمكن فيه فضة مطلية تمام طيب من اللي يحللنا الأمر أرشيميدس رحنا ده الملك لأرشيميدس خدي أرشيميدس هنا تمام خدي التاج ده إيه بحصله في أمره هل هو دهب خالص أما خلوط معه معدن آخر بس على شرط يا أرشيميدس عدم إتلاف التاج يعني ما تدبش في التاج ده مصنوع معي دون إتلاف لإيه التاج تمام طبعا أرشيميدس مسك التاج طبعا أعمل إيه أعرف منين إذا كان دهب خالص ولا لأ أنا ما دخلتش جواه زمان العلماء كانوا بيعملوا حاجة جميلة جدا تمام وهو بيعوم زي أي بنا آدم جسمه طفع على سطح الإيه المية المية تمام جسمه طفع على سطح الإيه المية زي أنت وإحنا وإحنا بنعوم الجسم بيطفع على سطح الإيه المية جي واحد رخي معملي كده إيه اللي هيحصل هنغمس جوه المية صحة ولا لأ جميل طب معلش ليه المية ما شالتش جسمي والإيدي اللي هي نزعتني إلى أسفل أسفل إيه السبب؟ بسبب وجود جسمي إيه؟ آخر آخر طلع يجري أرشيميديس قالك بريكة بريكة يعني إيه؟ يعني وجدتها وجدتها ده بلغت إيه دي؟ وجدتها وجدتها تمام تهمي كده؟ يمي ده لو دهب خالص هيطفع على سطح الإيه؟ المية المية جميل ولو مخلوط معه معدن آخر يعني غمس في الماء سينغمس في الماء تمام يبقى هو دلوقتي عمل قانون اسمه قانون الطفو والإيه؟ والإزاحة عن طريق التشابه ولا لأ؟ تمام تشابه وزن جسمي على المية يساوي وزن التاج على المية تمام آدي أول واحد وصل لقوانين علمية عن طريق المماثلة اللي هي التشابه أو التناظف بين أمرين أو إيه؟ أو أقصر أرش ميدس طب في حد تاني؟ أه طبعا فيه فيه واحد اسمه روزر فوردو نيزل بور دول قالوا إيه بقى؟ قالوا بص احنا عارفيني إن الشمس بتدور حوالين القرار إيه؟ الأرض إيه؟ الأرض إيه؟ صحي الكلام ده وقت؟ طيب إيه؟ قال لي خلي بالك بقى دوران الشمس يشبه دوران الإلكترون حول الظلة يعني إيه؟ هو دلوقتي أوجه التماثل ما بين حاجتين طالما فيه كواكب بتدور حوالين إيه؟ الشمس تمام كده وقت؟ يبقى أكيد برضو فيه حاجة بتدور حوالين إيه؟ الظر ووجدوا إن هي مجموعة من إيه؟ الإلكترونيات تماما يبقى هو دلوقتي وصل للقانون عن طريق المماثلة والشبه ولا لأ؟ طالما كواكب بتدور حوالين الشمس إيه زي الإلكترونيات بتدور حوالين؟ الظر يبقى لتنين شبه بعض بعض يبقى ده وصل برضو للقانون وهو عن طريق المماثلة عن طريق الشبه جميل في بقى علم ثالث اسمه فرانكلين فرانكلين ده بقى أوجد المماثلة في إن البرق والرعب إحدى أشكال الكهرباء البرق والرعب تماما إحدى أشكال الايه؟ الكهرباء الكهرباء ده واحد كده والبرق والرعد برضو عبارة عن.. شحنات إيه؟ كهرباء تماما لكن بقى الأمر والرعب إحدى أشكال الايه؟ الكهرباء عمل عملية ممثلة ما بين القهربة والبرق والإيه والرعد وعلى فكرة فعلا البلق والرعد هي عبارة عن تفريغ للشحنات القهربائية غير المتجنسة في الصحب العليا والصفلة عملت صوت وهو الرعد ضوء وهو البرق البلق والإيه والرعد إذن هنا في علماء وصلوا القوانين العلمية عن طريق الشبه ولا لا بس يبقى أنا عشان أكون عالم هبقى عالم بمبدأه بقعدة اسمها إيه ممثلة استقرائية ينفع إن احنا نجيب قوانين دائمة عن طريق الممثلة طبعا الممثلة دي بتجيب الصدفة زي أرشيميدس مثلا زي فرانكلين زي نيسالبور هل ينفع إن أنا أكون عالم عن طريق الممثلة الاستقرائية فقط وهل من السهل اكتشاف الممثلة لأ من الصعب اكتشاف الممثلة وليس من السهل إحنا كلنا عمنا في البحر كمان هل جي واحد مننا قال وجدتوها قانون الطفو والإزاحة لا إحنا كلنا شفنا البرق والإيه والرعد هل جي في مخيلتنا إنها بتشبه القهربة لا لا إذا من السهل ولا من الصعب من الصعب من الصعب اكتشافه لأنها أهم ما يميز العالم والفنان والمبدع هو اللي يقدر ها يجيب الأشياء المتشابهة ويستخلص قانون عني جميل يا خلاص بس أنا كده بقيتعلم عن طريق الممثلة ما إحنا قلنا ما ينفعش إن أنا أجيب كل القوانين عن طريق إيه الممثلة الاستقرائية تمام طبعا أنا زيقتي يا منطق يا منطق أنت في الأول خالص قلت لي اعرف إن أنا علم إيه الاستدلال والاستدلال انقسم إيه استنباط واستقراء والاستقراء انقسم إيه تام ونقص وبعد كده أرستو تعرض إيه نقض في التام وقال لي إن العلاقة ما بين الاستدلال والحجة علاقة تبدل إيه كما لو كانوا مترادفين واللي اتنين والحجة انقسمت إلى استنباطية وإه استقراء إيه كان فيها تفسيرين تفسير تقليدي وتفسير معاصر معاصر وعرفنا إن الأكثر دقة هي الاستنباطية وإحنا عايزين حاجة ترجع إلى أرض الإيه الواقع الواقع قال لي خلاص عايز تبقى عالمي بقى تستخدم حاجة اسمها الممثلة الاستقرائية عرفنا إيه هي الممثلة وعرفنا إيه الهدف منها وعرفنا إيه العلماء اللي وصلوا القوانين العلمية عن طريق مين الممثلة الممثلة بس في الآخر قالوا لي خلي بالك من الصعب اكتشافها لأنها أهم ما يميز الفنان والعالم والمبدع اكتشاف الأشياء المتمثلة ومش كل العلماء يصلوا القوانين العلمية عن طريق إيه الممثلة رجعت للمنطق تاني يا ممطق وعدتني أبقى عالم أعمل إيه قال لي بص بقى ينفع تبقى عالم وانت ما تعرفش يعني علم قلت له لأ قال لي خلاص يبقى أنت لازم بقى تعرف يعني إيه علم العلم ده ليه معنين معنى أول ومعنى تاني المعنى الأول هو المعرفة المنهجية المنظمة معرفة المنهجية منظمة اللي بيتم من خلالها فحص الظواهر واستخلاص نتائك تمام يعني إيه يعني مثلا أنا دلوقتي عايز أعرف المعادن بتتمدد بالحرورة ولا لا بستخدم مجموعة قواعد بتوصلني أن المعادن بتتمدد بالحرورة ولا لا يبقى أنا ماشي بحاجة اسمها معارفة منهجية منظمة اللي بيتم من خلالها فحص الظواهر بس بطريقة تجريبية بمعنى زمان كان عندنا مدرس فيزياء عشان يشرح للقانون الجاذبية كان بيعمل إيه كان لقيه يطلع مكان عالي وينط يقول لي شايف دي جاذبية كان يوقع للألم على الأرض ويقول لي شوف دي اسمها إيه جاذبية جاذبية تمام إذن هنا المدرس ده كان ماشي بإيه ماشي بمعرفة منهجية منظمة بيتم من خلالها فحص الظواهر تمام ده المعنى العلم بس لإيه الأول زي طبعا في الكيمياء زي في الفيزياء ماشيين بالمعنى لإيه الأول قال لي بس فيه معنى تاني للعلم هي طريقة محددة للسعي للحصول على المعرفة المنهجية المنظمة للسعي للحصول على المعرفة المنهجية منظمة وذلك باستخدام قواعد المنهجي التجريبي وذلك باستخدام قواعد المنهج التجريبي حلو يعني إيه الكلام ده كان فيه مثل زمان يقولك كل شيخ وليه طريقة طريقة يبقى كل عالم وليه منهج عشان كده بيقول لي إيه المعنى التاني للعلم طريقة محددة للسعي للحصول على المعرفة المنهجية لإيه المنظمة طب إيه المعرفة المنهجية دي استخدام قواعد منهج تجريبي طب إيه قواعد المنهج التجريبي ملاحظة فرض تجربة وقانون. يعني انا مثلا دلوقتي عايز اعرف البلاستيك ده بيتمدد ولا لا? اول حاجة عملتها ايه? لاحظت? افترضت فرض. كمان. انا لو جبت مثلا اه ولعها. اه. وعملت عملية تسيح ليه? البلاستيك. هيتمدد ولا مش هيتمدد? كمان. انا كده بفترض. فرض بعمل تخمين. جميل. طيب جيت عملت التجربة. فلاقيتم? اتمدد. اتمدد. يبقى انا وصلت ايه لها? نتيجة. نتيجة قانون. يبقى انا استخدمت كل دلوقتي قواعد منهج تجريبي اربعة. منهم ما بقى? الملاحظة. الفرد. الفرد والتجربة. والتجربة وبعد كده وصلت ايه لها? للقانون. قانون. يبقى دي اسمها قواعد المنهج التجريبي. قال لي خلي بالك دي لها خصائص. تمام. الخصائص بتاعتها. اول حاجة الموضوعية. يعني ايه موضوعية? يعني انا شخصي محيت. تمام. انا دلوقتي تجي تقول لي البلاستك بيتمدد ولا لأ? اقول لك اه بيتمدد. وانا واصلت من كلامي. ليه? هقول لك شوف بعينك. تمام. يبقى انا مش بتقصر بحد. يبقى ماشي بحاجة اسمها? موضوعية. وامكان اختبار القضايا. احنا قبل كده قلنا. يعني ايه كلمة قضية? جملة. انا اقدر اختبر الجملة اللي بتقولي البلاستك بيتمدد ولا بيتمددش. تمام. يبقى دي اسمها امكان اختبار القضايا. تكرار النتائج. كل ما اجيب حتة بلاستك واحطها مع نار. ايه لا هيحصل لها? تتمدد. طبعا انا ممكن يتنبأ بحاجة بقى. اقول لك اي حتة بلاستك في العالم لو حطيت فيها النار ايه لا هيحصل لها? تتمدد. يبقى دي اسمها التنبؤ بالزواهر. طب مين المتحكم والمسيطر في التجربة? الشخص اللي بيجري التجربة. يبقى التحكم والسيطرة فيها. تمام. يبقى دلوقتي ايه خصائص العلم كمعنى تاني? او المعرفة العلمية كمعنى تاني? عندي حاجة اسمها? موضوعية? تمام. امكان اختبار القضايا. واحنا قلنا يعني ايه قضايا? جمل. تقرار النتائج. كل ما حط البلاستك على النار هلا ايه بيتمدد. التنبؤ بالزواهر. في الاخر مين اللي سيطر على التجربة? العالم. يبقى التحكم والسيطرة فيها. يبقى انا دلوقتي اعرف ان العلم ليه كم معنى? اتنين. معنى اول ومعنى ايه? تاني. تاني. المعنى الاول هي المعرفة المنهاجية المنظمة. مغرض فهم وتفسير الظواهر. تمام. المعنى التاني? المعنى التاني هي طريقة محددة للسعي للحصول على المعرفة المنهاجية المنظمة. تمام. بس باستخدام مجموعة قواعد. اسمهم قواعد المنهج التجريبي. جميل. اللي هم عبارة عن. الملاحظة. الفرد. التجربة. الخانون. ودي لها مجموعة خصائص. لما عملت التجربة قدام عينيك كنت شخص. موضوع. موضوع. واقدر اختبر اي جملة. انا اختبرت جملة ان البلاستك بيتمدد بالايه? بالحرارة. وعلى فكرة كل ما هجيب البلاستك على النار هلاقيه. ادي لي نفس النتيجة. تكرار النتيجة. بعد كده اقدر اتنبأ بالظاهرة. اي بلاستك في العالم. حطيت عليه درجة حرارة. ايه لا يحصل له? هيتمدد. من المسيطر في التجربة. انا كشخص بيجر التجربة. اتحكم والسيطرة ايه? اه. تمام. انا عندي معنين للعلم. اه. اول. وتاني. تمام. هنا في الاول ما ننساش. المعرفة المنهاجية المنظمة. اه. غرضها فهم وتفسير الزواهر. تمام. هو احنا عرفنا الراجل لما جي شرح لي الجاذبية شرحها لي دلوقتي ازاي? عن طريق التجربة قدام عيني. مزموط. يبقى فهمني وفصلي الزواهرة. جميل. شكرا جدا يا منطق. انت دلوقتي قلتلي عشان تبقى عالمي بقى لازم ترجع للعلم وخلي بالك. العلم دلوقتي ليه معنين معنى اول ومعنى كم? تاني. تاني. طب وبعدين. هل انا دلوقتي خدت شهادة? ان انا بقيت عالم? لأ. طب من اللي هيديني الشهادة? راجل اسمه فرينسيس بيكون. بيكون ده قال لي تعالى ردوان هنا. عايز تبقى عالم يا حبيبي قطي له اه. قال لي طب بص. انت اسمه الجانب السلبي. وجانب اسمه الجانب الايجابي. عايز تتخلص. او عايزك تتخلص الاول من الجانب السلبي. وتدرس اي ظاهرة في الجانب الايجابي. وتدرس اي ظاهرة في الجانب الايه? الايجابي. قطي له بس تعالى هنا. انت قول لي بس. قول لي يا بيكون انت قصة حياتك ايه? رد علي يا بيكون وقال لي انا عملت كتاب اسمه الارجانون الحديث. تمام. ايه يا عم كلمة أورجانون دي قال للأداء الأداء الحديثة اللي كنت برد بها على أرستو أرستو كان عامل الأورجانون القديم يعني الأداء القديمة فمين اللي بيرد دلوقتي بيكون نقول لك يا جماعة احنا قعدنا سنين طويلة ندرس منهج عاقيم لراجل اسمه أرستو فأنا بنقول أرستو إذا دلوقتي فيه خلاف النشأ ما بين مين ومين بيكون وأرستو ده عمل الأورجانون الحديث ردا على الأورجانون القديم ويعني كلمة أورجانون أداء يبقى الأداء الحديثة دي ها تحل محل الأداء القديم القديم قلت له طيب واشعرك ايه في المرحلة الجائعة قال لي شعري أن العلم والمعرفة قوة العلم والمعرفة قوة قلت له طيب ماشا قول لي بقى أنا عايز أكون الراجل ذو علم عالم أعمل إيه أقلم علش يعني فيك نقات سودة كده تمامي لازم تتخلص منها الأول ما هو مش أي حد يبقى عالم مزموك أول حاجة يا أستاذ أنت لازم تتخلص من أوهام الجنس أوهام الكهف أوهام السوق أوهام المصر تمامي قلت له ايه دي قال لي معلش دي سلبيات في شخصيتك تتخلص منها قلت له طب معلش هي كلها في شخصيتي قال لي بص فيه أوهام عامة عند كل البشر اللي هي دي دي سمعه أوهام لإيه الجنس دي أخطاء بتقع في العقل الإنساني ككل أخطاء يقع فيها الفرض بس بحكم طبيعته العامة هتقول لي زي إيه مثلا أقول لك زي التصرع في إصدار الأحكام جميل ساعات مثلا أشوف واحد كده أقول لي يا ابني وزي انت ها من شكلك ما بأبلكش بعد كده الشخص دي يبقى عز أصدقائي يبقى أنا في الأول خالص تصرعت في إصدار الإيه الحكم تمام طب ينفع أكون عالم وأنا شخص بتصرع في إصدار الأحكام أيها تمام نفس القصة برضو أنا قلت لك هي أخطاء يقع فيها الفرض بس بحكم ها طبيعته الإيه العامة طبيعته البشرية كإيه ككل دي موجودة في العقل الإنساني كإيه ككل تمام الإنسان لا يقبل إلا ما يتفق مع غروره جميل الإنسان مغرور ولا يلتفت إلا الذي يرضي هواء اللي حاجة اللي بيحبها تمام زي التصرع في إصدار الإيه الأحكام طب ينفع أكون عالم وأنا شخص متسرع في إصدار الأحكام لا يبقى لازم أول سلبية تخلص إيه منها من الحاضر يا بيكون أوعدك أوعدك يا بيكون إن أنا دلوقتي من النهار ده مش هتصرع في إصدار الإيه الحق يلا يا بيكون بقى يا بيكون إنت قلت لي تخلص من الجانب السلب ودرس أي زيارة في الجانب الإيه الإيجابي لأن اللي هيخليني عالم هو الجانب الإيجابي 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 تمام ها أنا كده بقيت عالم قال لي لأ لسه إنت تخلصت لي من أول إيه دلوقتي وهم اللي هو التصرع في إصدار الأحكام تمام قلت له طيب إيه تاني قال لي تخلص من أوهام الكهف أنا عايش في كهف قال لي آه أخطاء يقع فيها الفرد تمام بس بحكم طبيعته الشخصية كل واحد فينا ليه كهف خاص بيه كل واحد فينا ليه أخطاء الخاصة تمام نتجه عن إيه؟ نتجه عن تربيته تنشئه ثقافة عاداته تقاليده أنا عايش في كهف خاص بيه وأي إنسان مننا عايش في كهف خاص بيه أنا بغلط وإنت بتغلط مش لازم نبقى شبه بعض في أخطاءنا أو الكل مننا أخطاء الخاصة تمام زي إيه مثلا؟ زي التعصب للقلان الخاصة في واحد كده قابله يقول لي هو أنا صح ما حدش لي دعوة بيه انت كده وقعت في أوهام اسمها أوهام لإيه؟ الكهف لازم تتخلص منها إحنا بنلاقي مثلا في الصعيد عندهم فكرة الطار أخذ الصقر في الصعيد ده بسبب إيه؟ بسبب عادات وتقاليد جميع يبقى دي أوهام كهفهم هما زي فيه ناس بتحب ما هو قديم وناس تانية تحب ما هو جديد تمام وفي ناس تانية بتعمل عملية التوازن بين ما هو قديم وما هو جديد جديد لكل منا كهف خاص به تمام على فكرة خطب جدا على العلم والفلسفة أوهام الكهف فيه أوهام أخرى برضو من أشد خطورة اسمع أوهام لإيه؟ السوق السوق يبقى نركز مع بعضي تاني إحنا قلنا عشان نبقى علماء لازم نتخلص من جانب إيه؟ سلبي سلبي وندرس أي ظاهرة في الدنيا في الجانب الإيه؟ الإيجابي الإيجابي سألت يا بيكن طب إيه هو الجانب السلبي؟ لأنا لازم أتخلص منه قال لي أول حاجة أوهام الجنس اللي هي الأوهام العامة اللي بيقع فيها كل الناس زي التصرع في إصدار الأحكام وقال لي كمان اتخلص من أوهامك الشخصية اللي هي اسمها أوهام لإيه؟ كهف الكهف قال لي كمان اتخلص من أوهام السوق إيه أوهام السوق بقى؟ أنا ساعات أقول الولد ده ألفاظه سوقية يعني أخطاء يقع فيها الفرد بس بحكم استخدامه الخاطئ للغة زي إن إحنا بنستخدم ساعات كلمات لها أكثر من معنى يعني واحد بيقول لي جبن حردك عايز إيه؟ واحد جبان أو الجبن الجبن اللي بتبتك واحد بيقول لي ذهب واحد اتحرك مشي أو الذهب اللي إحنا حلي طب المغرب الدولة والمغرب اللي هو الوقت من الزمن حلو يبقى دي اسمع أخطاء يقع فيها الفرد بس بيستخدام إيه؟ خاطئ للغة عندنا إحنا في اللغة بتاعتنا فيها ألفاظ أكثر من معنى مزموح ودي بتستخدم على طول في المقاهي والأندية ليه التلعب بالألفاظ كبير يعني؟ على فكرة دي فقدت الألفاظ دلالتها أصاب العلم والفلسفة بالصفسطة والجمود يعني إيه صفسطة؟ تلعب بالألفاظ المجدلة الجمود الفكري هل للوقت اللغة قدت وظيفتها؟ هو اللغة دي تم اختراحها ليه؟ عشان نفهم بعض لما ألاقي كلمات لها أكثر من معنى هينفع نفهم بعض صح؟ بصعب عملية التعامل بين الناس مو أنت عشان تبقى عالم لازم أشيل منك نقطة صودة لازم أشيل منك مجموعة سلبيات مو عشان أبقى عالم دي مش ببلاش لازم في الأول خالص كده ها؟ أوهام الجنس تتخلص منها أوهام الكهف كمان تتخلص منها ليه الأوهام الشخصية لازم كمان يبقى عندك دقة في استخدام اللغة الكلمة اللي تقولها تقولها بميزان كمان كلمة اللي تطلع منك هتتحاسب عليها يبقى لازم كمان ها؟ أتخلص من أوهام الايه؟ سوق ايه تاني؟ لازم أتخلص من أوهام المسرح أخطاء يقع فيها الفرط بس بحكم تأثره بالمشاهير والمفكرين والفلسفة حكم تأثره بالمشاهير والمفكرين والفلسفة أنا قبل كده قلت لك عشان تبقى عالم لازم تبقى إنسان موضوعي محايد متتأثرش بحد زمان كانوا بيتأثروا بقراء أرستو لدرجة أنهم ربطوا تعاليم أرستو بتعاليم الدين يعني اللي هينقض أرستو كأنه كفر بالإيه؟ بالدين طب وده ينفع لأ عشان كده بيقولك لازم تتخلص من أوهام اسمها أوهام لإيه؟ المصر اللي هي الأخطاء التي يقع فيها الفرط بس بحكم تأثره بالمشاهير والمفكرين والفلسفة تمام وهي أخطاء ليست فطرية إحنا ما تولدناش بيها على فكرة إحنا اكتسبناها زي زمان رفضوا أراء جاليليو في القرن السبعتاشر لأن من اللي مقلهاش؟ أرستو هم هما عايزيننا كده إن إحنا كأننا بنشاهد مصرحية بس مش قهوة الفلسفة على فكرة تمام إحنا بنشاهد مصرحية وعمين يتفرج على الممثلين ينفع أنقض؟ ينفع أقول رأي ما ينفعش هو بيقول لي عشان تبقى عالم يبقى لازم تتكلم لازم تنقض وتقول رأيك تمام عشان تبقى عالم يبقى لازم تتخلص من أوامل إيه؟ المصرح المصرح يا سلام يا بيكن حاضر يا عم يعني أنت قلتلي في الأول خالص تتخلص من أخطائك العم حاضر قلتلي ما تتصرعش في إصدار الحكم أوعدك مش هتصرعه قلتلي كمان بلاش تتعصب لرأيك حاضر مش هتتعصب لرأيك تمام قلتلي كمان خليك أكثر دقة في اللغة ما ينفعش تجيب كلمة لها أكثر من إيه؟ من معنى لأن ده أدى إلى فقد الألفاظ دلالتها عجزة اللغة عن تأديت وظفتها أصاب العلم والفلسفة بالصفسطة والجمود وقلنا يعني إيه صفسطة يا شباب؟ قلنا صفسطة معاناها مجدلة وتلعب بألفاظ تمام وقلتلي كمان ولا ليك دعوة بأفلاطون ولا أرستو ولا تتأثر ولا بمشهور ولا بويه؟ بشخص مفكر أو فيلسوف تمام حاضر يا بيكن أنا اسمعت كلامك ها كده يا بيكن أنا بقيت عالم قال لي لأ أنت تخلصت من الجانب الأقصى الأهمية اللي هو السلبي السلبي لأن أنا مغص أنا مش هصل إلى الإيجابي ها إلا لما أكون متخلص منين؟ من السلبي حاضر أنا خلاص تخلصت من السلبي أعمل إيه بعد؟ يلا أنا عايز يا بيكن مثلا أفسر ظاهرة زي ظاهرة الحرارة عايز أعرف إيه سببها يا بيكن قال لي اجمع معلومات يبقى أنا أول حاجة في الجانب الإيجابي هروح أعمل إيه؟ أجمع معلومات عن الحرارة تمام قلتوا طب المعلومات معي إيه؟ قال لي خلاص وضع المعلومات في ثلاثة قوائم حت المعلومات دي في كم قيمة؟ ثلاثة حضور وغياب وتفاوت إيه هي الحضور؟ الحالات اللي بتصهر فيها الحرارة يعني مثلا الحرارة بتصهر فين؟ الاحتكاك احتكاك ايه تاني؟ الشمس أعم طب الغياب بتغيب فين؟ عدم الاحتكاك ايه تاني؟ التالج أعم كلما نقلل احتكاك قلت الحرارة قلت الحرارة انا هنا في تفاوت زيادة أو؟ نقصان نقصان ماشا يا بيكم جمعت المعلومات وضعتها في كم قيمة؟ ناستاذنك يا مستر محمد نطلع فصل قصير ونرجع تاني تمام ورجعنا لكم تاني مع مستر محمد ردوان ونكمل شرح الفصل الاول منتك اتفاضل يا مستر تمام طيب احنا كده وصلنا للجانب الايه؟ الايجابة عند بيكم تمام جميل يعني برضو وابيكم اللي لازم تتخلص من الجانب؟ السلبي عشان تدرس اي ظاهرة في الجانب؟ الايجابة فانا رحت للجانب الايجابة بقوله يا بيكم لو سمحت انا عايز افصل الظاهرة الحرارة اللي اول حاجة تجمع معلومات تمام بعد مجمع معلومات وضع المعلومات في سلاسة قوائم تمام حضور غياب تفاوت الحضور اللي هي الحالات اللي بتظهر فيها الظاهرة جميل والغياب اللي بتغيب فيها الظاهرة تمام طب والتفاوت تفاوت الظاهرة زيادة او نقصان نقصان زي بزيادة اللي احتكاد بتولد حرارة اقصر صح الكلام ده؟ نفس القصة درجات الحرارة مع الشمس فيها عملية تفاوت فيها ساعة معينة بيبقى درجة الشمس الحرارة بتاعتها حارقة شديدة بعد كده ايه اللي بيحصل؟ بتقل بتقل تمام بدا اسمه تفاوت الظاهرة زيادة او نقصان تمام قلت له يا بيكن طب انا حللت القوايا قال لي خلاص يبقى لازم تتوصل الى تفسير علمي للظاهرة جميل يبقى انا كده رايح لمرحلة اخيرة اسمع مرحلة القانون تمام ان انا هتوصل الى تفسير علمي للظاهرة يبقى انا رايح لحاجة اسمعه القانون العلمي جميل طب معلش ايه القانون اللي انا وصلت له ينفع قولي يا استاذ احمد ليه ينفع قولي ان الحركة سبب الحرارة؟ ماينفعش ليه؟ قديني بتحركهم هل ولدت جسمه طاقة حرارية؟ لا اذا الحركة السريعة هي اللي بتولد للجسم طاقة ايه؟ حرارية حرارية تمام دهران الشمس بتولد طاقة حرارية نتجع عن الحركة ولا لا؟ نتجع عن الحركة بس كل الحركة ولا ليس كل حركة؟ ليس كل حركة اذا انا عندي هنا قانون وصلت له عن طريق بيكن اسم القانون ليس كل الحركة تولد الحرارة تمام ليس كل الحركة تولد؟ الحرارة الحرارة مش كل حركة تولد ايه؟ حرارة تمام شكرا جدا يا بيكن انت كده خلتني يبقى عالم بس امتى؟ لما تخلصت من السلبي ورحت درست ايه ظاهرة فين؟ في الايجابي جماعت معلومات وضعت المعلومات في سلاسة قوائم حللتها وفي الاخر وصلت لتفسير نهائي للظاهرة التفسير النهائي ليس كل حركة تولد حرارة حرارة تمام هم جمع عقبوا طبعا المناطق عقبوا على كلام بيكن قالوا يا بيكن اللي انت استخدمته ده استقراء وده اهم وسيلة للكشف والاختراع انت مخترع يا بيكن بيكن غير الناس هتقول لي ليه؟ هقول لك لانه استخدم نقص تعميم تمام يعني ايه نقص تعميم؟ احنا متعودين من صورنا ان اي قانون علمي في الدنيا يا اساس احمد قانون عام جميع كانت المدرسة زمان تقول لي يا ابني خلي بالك كل المعادن تتمدد بالحرارة جميع كل الاكسوجين يساعد على الاشتعال لكن بيكن قصر القعدة بيكن جاب قانون في نقص تعميم قال لي ليس كل حركة تولد الحرارة تولد حرارة اوجد حالة سلبية ولا لا؟ طبعا يبقى معنا كده خالف كل الحالات الايجابية المؤيدة اللي قبل كده درسنيها اذا بيكن ده اهم مواسلة اللي اكتشفوا الاختراع بيكن اكد على طريقة جميلة اسمعها طريقة الاستبعاد انه استبعد ان القوانين كلها تبقى عامة ومجابة قال لي لا خلي بالك في قوانين فيها نقص تعميم وسلبية اذا لحد دلوقتي في حد نقض بيكن لا لذا راجت النجوم قالوا له ايه يا بيكن انت قعليت من شأن المنهج العلمي ايه اللي انت عملته ده انت عملت اعلاء لشأن المنهج الايه العلمي وشوية يا اسزة احمد جي راجل منطقي نقض بيكن تمام قال له تعالى بقى انت اخفلت دور الفرد كخطبة صوابقة على القانون يعني ايه يعني ايه فرد يعني تخمين يعني احنا عشان نعرف البلاستيك بيتمدد ولا لا عملنا ايه عملنا ملاحظة جميل افترضت فرد لو انا جبت الولاعة وولعت في البلاستيك هيتمدد ولا مش هيتمدد جميل المفروض عملت تجربة وفي الاخر بصل الى قانون ايه علمي هل بيكن مش على نفس الخطوات دي؟ لا لا ده قال لك اجمع معلومات حطيلي المعلومات في تلات قوائم حلل القوائم وبعد كده توصل الى تفسير علمي للظاهرة اذا بيكن اقفل دور الفرد كخطوة صابقة على القانون واحنا اتفعنا على حاجة مين بقى اللي انتقدوا؟ العلماء المؤاصرين اللي بعدوا العلماء اللي جنوا بعديهم لان خلي بالك بعد كده في حاجة اسمها مراحل منهج الاستقراء التقليدي اللي هناخد فيها الراجل اسمه جونس تورتي ميل جميل ما اصلي كما تدينه؟ تدين هو كان كاره مين؟ أرستو لما عمل كتاب اسمه الأرجانون ها الحديث جميل رضي بها على مين؟ أرستو صاحب الأرجانون جميل لا دين يبقى ملاحظ اللي احنا قلناه سيد أحمد ان كل علم ليه قصة تمام والمنطق قصته كبيرة لان المنطق هو اللي بيضع قواعد للتفكير تمام المنطق هو اللي يخلي ده علم رياضة ويخلي ده علم طبيعة تمام علم أحياء علم كيميا علم فيزياء هو كل اللي بيعمله المنطق بس بيحط لك قطوات تمشي عليها جميل علم بيضع قواعد للتفكير نعم في المنطق في بدايته خالص حكالي على قصته قال لي أنا كمنطق أنا علم الاستدلال والاستدلال انقسم إلى استنباط واستقراط والاستدلال له علاقة بالحجة والعلاقة ما بينهم علاقة تبادلية تبادلية كما لو كانوا متراضفان جميل وإن أهم أنواع الاستدلال هم الاستنباط والاستقراط والاستقراط انقسم إلى تموعه ونقص وبعد كده اتعرض الاستقراط إلى نقطة موانا عشان أكون راجل عالم لازم أكون واقعي فهروح لمين للاستقراط مش هروح للاستنباط تمام بعد كده قال لي خلي بالك الحجة كان لها حجتين استنباطية وايه واستقرائية واستقرائية وكان لها تفسيرين تفسير تقليدي وتفسير معاصر وإحنا جبنا منين التفسير المعاصر بسبب القصور اللي حصل فين في التفسير التقليدي تمام بعد كده معرفتش أكون عالم بالحجة جواله بالاستقراط فراحت الحاجة اسمعها الممثلة الاستقرائية تمام اللي هي التشابق أو التناظر بين أمرنا أو أكثر مهم وبعد كده درسنا مجموعة علماء عرفوا يصلوا القوانين العلمية عن طريق الشبه تمام وبعد كده رحت للمنطق من تاني وقلت له أنا مش عايز أبقى عالم كده بقوانين صدفة قال لي لازم تعرف بقى القصة من البداية تمام ما ينفعش تبقى عالم إلا لما تعرف يعنيه علم والعلم يطالي عمليه معنيين أول وكام وتاني وتاني وبعد كده وادوني الراجل اسمه فرنسيس بيكون اللي كان متضايق من راجل اسمه أريستو اللي هو أساسا وضع المنطق وده عمل الأورجانون الحديث ردا على الرجل القديم الأورجانون القديم ولما قلت له يا بيكون طبعا أنا عايز أبقى عالم أعمل إيه قال لي تخلص يا حبيبي من الجنب السلب اللي جواك عشان تدرس أي زغرة في الجنب الإيه الإيجابي الإيجابي خلنا نتخلص من أربع أخطاء أربع أوهام وبعد كده درست الجنب الإيه الإيجابي الإيجابي وكما تدينه تدينه تمام عقبه على رأيه وفي الآخر خلص اتعرض إلى نوت تمام اشتفضل يا بسر رحمة نشوف بعض الأسئلة اللي حضرك محضرها لنا بقى على على الفصل ده اللي جات في نموزج الوزارة قبل كده سريعا تمام تفضل يا بسر في نموزج الوزارة قال اختر الإجابة الصحيحة أخطاء متأصلة في تركيب العقل الإنساني عند بيكم تمام تمام يطلق عليها أني وهم الأخطاء العامة أني وهم أوهام الجنس يبقى أنا هنا هتشرح أوهام الجنس تمام طيب في عندي برضو سؤال تاني بيقول اعتمد أرشيميديس على الممثلة الاستقرائية في تفسيره لقانون الطفة تمام يبقى أنا هحكي القصة بتاعت أرشيميديس مع الملك سيراكوز طيب برضو من الجزء اللي احنا شرحناه بيقول حدد العلاقة بين الاستدلال والحجة تمام العلاقة بينهم علاقة تبادلية كما لو كانوا مترادفين وهنقول لي مسألة محورية للمنطقة تمام طيب دي بعض الأسئلة اللي جات في نموذج الوضع تمام باش رسال محمد شرفتنا بالشرح الشايك دوت بس أنا قاعدت معاك حلقتين كاملين ومسمعتش تسيري تساعد صالح خالص هنا في الموضوع شرح جميل جدا شرح جميل جدا واتمنى ان نطلب كلها يكون سمتعت معنا بالحلقة ونتمنى ان نشوف حضرك في حلقة قديمة ان شاء الله بإذن الله الله يخليك أنا بس إليها كلمة بس عايزة أقولها لهم بعد إذنك تفضل حقيق نحزين نشدح لنا بالفترة ديت ونحزين نذاكر الطريق قدامنا ما تفقدش حلمك ما تستغناش عن حلمك قدامك وقت انك انت تحقق اللي انت عايزه وتاني برضا أقول لكم مهما وجه الانسان من المصاعب ربنا سبحان الله تعالى بيقى في جمه أولاد محمد رضاء شكرا يا بسر محمد شرفتنا نتمنى ان تشوف حلقة قديمة ان شاء الله شكرا